بسم الله الرحمن الرحيم بفحص شجرة الليمون البنزهير التي أمامنا ومراجعة برنامج الري والتسميد لها وجدت أنها تعاني من إهمال شديد في عملية الري والتسميد بالإضافة لارتفاع ملوحة الطربة وحرارة الجو المرتفعة خلال هذه الفترة من ما أدى إلى ظهور واحد ضعف عام على الشجرة كما نلاحظ اثنين اسفرار الأوراق وتساقطها على الأرض تلاتة تشقق السمار وصغر حجمها وتساقطها ويجب عدم الإهمال في الري حتى لا نصل إلى هذه المرحلة من التدهور وذلك بإعطاء هذه الشجرة احتياجها من ماء الري وكذلك وضع البرنامج السمادي الذي يتناسب مع ظروف الطربة وظروف المزرعة حيث يمكن اتباع ما يليه واحد الري يوميا بكمية على حسب حجم الشجرة ونوع الطربة فالشجرة التي أمامنا يجب إعطاءها كمية لا تقل عن 40 لتر يوميا اثنين يجب تنظيف حوض الشجرة من الأوراق والسمار المتساقطة والتخلص منها بعيدا عن الشجرة تلاتة يجب رفع قدرة الطربة على احتفاظ بالماء من خلال إضافة السماد العضوي شتاءا بمعدل يتراوح من 10 إلى 20 كيلو جرام كومبست متخمر جيدا لكل شجرة أربعة يجب الاهتمام بإضافة الأسمدة التي تقلل من الإجهادات البيئية للشجرة خصوصا أسمدة البوتاسيوم والفسفور والكالسيوم خمسة الاهتمام بتقليم الأشجار وإزالة الأفرع المنامسة لسطح الطربة وتوجيه الشجرة لأعلى ويتم ذلك شتاءا خلال شهر ديسمبر ستة إضافة الأحماض التي لا تأثير على خصوبة الطربة خاصة حمض الهيومك وحمض الفوسفوريك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا